الساعة الخير حبيباتي كيفكم شو اخباركم حبايبي ان شاء الله الكل بخير حبايبي اليوم الوصفة تبعتي هذه المرة راح نعمل وصفة للشعر لتغذية فروة الرأس وترطيبها وتمنع تساقط الشعر وتقلل التقصف وتهدي فروة الرأس من الحكة وبنفس الوقت تزيل القشرة هذه الوصفة كتير منيحة لصاحبات الخوات اللي شعرهن كتير ضعيف الشعر كتير رقيق وبنفس الوقت هش وبتقصف يمكن يستعملوا جميع انواع الشعر وبنفس الوقت صاحبات الشعر الدهمي كمان كتير كويسة وصفة كتير سهلة وكتير بسيطة وما راح تاخذ وقت منعكم حتى للخوات الموظفات راح تكون عادة زيها زي كأنك دا تاخذين دوش يعني شغلة ما راح تطول على راسك وراح تاخذ وقت كتير طويل وراح تعطي شون نقول النتائج كتير حلوة للحصول على افضل النتائج لهاي الوصفة لازم تعمليها وما بتنقطع من عدها كل اسبوع مرة هي علاج لتعزيز وتغذية نمو الشعر وتخلي للشعر يعني خاصة اكو شعر متوقف ما بيطول بسرعة راح تعطي دفعة شون نقول عشان يطول و بنفس الوقت تخلي فروة الشعر مرتاحة وراح يطول بالنسبة حبايبي وانا بحكي لكم كل هذا الحكي انا كتير نوبات اشوف تعليقات تلغي كتير بتحكي كتير بتعمل كتير انا حبايبي بيعطيكم هذا الحكي يعني بجي اعطيكم مقدمة هيك طويلة مستحيل انا تطلعوا يعني اجي احط اي شي على شعري اذا ما باقتنع بالكلام يعني انا جاي باقولكم حطوا فلان شغلة طيب انتو هاي في شغلة تعرفوها حارة مثلا هاي الشغلة كتير قوية الانسان بدو يطمن قلبيا يعني قلبي يطمن واقتنع فيه عشان اقدر احطه لانا مو لعبة البشرة او الشعر نجي نخليه على شعرنا وبعدين شعرنا كله يصاقب ان شاء الله هاي الوصفة كتير حلوة وراحتنا الاعجاب انا متأكدة الجميع وصفة زي ما قلت لكم كتير سهلة وكتير بسيطة طبعا راح تحتاجوا الى جوست الطيب جوست الطيب معروفة هاي جوست الطيب فيه اخت مرة راسلتني قلت لي انا من بكسر جوست الطيب بتجي هذا قشر وجوه مثل الجوزة يعني هاي الجوزة كيف يعني هاي الجوزة ارميها لا ما بترميها فيه نوبات تجي مفصولة طيب ونوبات تجي ماسكة مع بعض على فكرة اللي تجي ماسكة مع بعض بتكون يعني جديدة طيب هو ما يعني اقولكم اذا لقيتوها بتطلع يعني شسمة لا لا هي حتى وتو تحكون نوبات بتطلع انا بفضل دائما جوزة الطيب او القرنفل او الفلفل الاسود احبه بتكون حبوب يعني هيك وانتو تطحنوها وقت بوقتها لانا فيها زيوت الطيارة كتير كويسة ما بدنا اياها تروحها يزيوت وتنشف على البهار وما الى اي فايدة انا بسوي هيك ودائما اطحن يعني اسا قبل عرض الفيديو انا طحنت زين قليل لاني قاعدة سوي كفسة فمحتاجة كمان هذه البهارات المهم حبايبي جوزة الطيب تستعمل هي بكلها بكلها ناخذ حبايبي قليل من جوزة الطيب ورح ناخذ قليل من القرنفل وهذا هو القرنفل انا كمان طلعت لكم يا هذا هو القرنفل طيب رح نحتاج قليل من القرنفل ورح اه نطحنه مع بعض يعني مو مشكلة اذا طحنتوه مع بعض او طحنتو كل واحد الحالة عبدا مو مشكلة زين سوف نحتاج القرفة المطحونة اذا كانت مطحونة ومن افضل هي القرفة العود حبايبي بس انا صراحة بعثت زوجي جابلي القرفة المطحونة بس انا لافضل القرفة العود وانتو تطحنوها افضل خاصة من استعملها لبشرتنا او الشعرنا حبايبي شو رح نعمل بهاي الوصفة حبايبي بس انا اخذ ملعقة صغيرة من مطحون القرنفل انا هون لاني خالطة القرنفل مع جوزة الطيب رح ناخذ ملعقة صغيرة هيك طيب وهيك نصف ملعقة كمان يعني رح ناخذ ملعقة ونصف صغيرة ملعقة ونصف صغيرة من مطحون القرنفل و جوزة الطيب كيف مو من كل واحدة ملعقة ونصف لا نطحنها مع بعض وبعدين ناخذ من مطحون القرنفل و جوزة الطيب ناخذ ملعقة ونصف نطحنها مع بعض و ناخذ ملعقة ونصف زي اللي انا هذي كتير قوية كتير قوي عشان هيك بحكي لكم ملعقة ونصف رح ناخذ كمان حبايبي نصف ملعقة طيب نصف ملعقة كمان من القرفة القرفة رح ناخذ هيك تطلعوا يعني هيك لا تخافون يعني حتى تطلعوا هيك يعني شوية نقلل هيك من القرفة من شو من القرفة كمان وراح كمان حبايبي بهيك رح نحتاد تقريبا نصف كاسة ضروري من زيت الزيتون زيت الزيتون هنا كتير ضروري حبايبي ما رح نخلي اضعتكم جوز الهند السائل كمان ينفع بس احنا رح ناخذ طلعوا نصف كاسة الشاي اذا زادت ما رح تأثب واذا نقصت شوية كمان ما رح تأثب طلعوا رح نخليها هيك وحاولوا اخلطوه كتير كويس هذا حبايبي تقدروه بنفس الدقيقة نستعمله لا مو ضروري يتخمر او شي وبعد ما تستعملوا يعني تخلوه باي مكان عدكم عادي يعني بالحمام باي بوفيو يجنب البهار ما في اي مشكلة بالنسبة لهاي الوصفة حبايبي اكتير منيحة هسا بحكي كمان شو بتقدرو تستعملوها حبايبي هاي الوصفة قبل ما تستعملوها يعني اليوم هسا انا بدي اتحمام شو اسوي اخذ قليل اللي يكفي شعري اللي يكفي شعرك اللي يكفي شعرك ملعقتين اكل ثلاث ملعق اكل اربع ملعق اكل شو بتسوي نش قد ما تاخذين منه اللي يكفي شعرك تاخذين تخلين مع ملعقة صغيرة جدا من او وسط مو مشكلة من العسل الطبيعي عشان تاخذين نتيجة كتير حلوة لازم تخلين العسل بحالة حبايبي ما في العسل مو مشكلة حبايبي ما رح يعني تأثر تقدرون تخلون معاها نصف من بياض البيض يعني نصف او بياض واحد بيض كامل تدعكوا في يعني تخلون الزيت مع البياض البيض وتخلون ما في يعني ما حابة البياض البيض وما في العسل ضروري جدا العسل اللي بده نتائج كتير حلوة تخلي العسل ما في عندي بديل الصراحة يعني بياض البيض بس عشان كمان او صفار البيض كمان الصراحة حسن انا بفضل دايما صفار البيض للشعر لان بيه بروتيني كتير الماعدة تقدر تحص صفار البيض كتير كويس كمان للشعر بحالة ما بدهت صفار البيض ولا بياض البيض وما في عسل بتخليه تقدر على راسها كل الاحوال تخلوه 15 دقيقة على الشعر 15 دقيقة على الشعر وتلبسين القبة على البلاستيك اللي هي طبعة الدوش طبعة اللي بنلبسها بالحمام الزيت تحطيها 15 دقيقة وبعدين نغسلين شعرك كالمعتاد بالنسبة للخوات اللي عدهم كلف بشرتهم عدهم كلف كتير بالبشرة تبعتهم و عدهم بقع كتير ببشرتهم ما عدها تحسس من هذه المواد حبايبي تقدرين تستعمليه تاخذين هيك بلاو هيك وتحطيه على مكانش اسمه وتفركيه يوميا على هذا المكان اللي عندك فيه كلف كتير كويس حتى على فكرة الجوست الطيب مع القرنفل كتير حلوه حبايبي للبشرة يعني صاحبات البشرة اللي عدهم تجاعيد كتير حلوه بس ارجع و اقول حبايبي اللي عدها تحسس من هاي المواد رجاء ان تبعد عن هذه الوصفة بس هي كتير منيحة للخوات اللي عدهم شون نقول مشاكل شون نقول حتى العدة حبوب يقدر ياخذ هيك بالقطنة ويحط على مكان الحبوب كتير منيحة للي عندها كلف اللي بدها تعطي بياض بوجهه ياريتوا تحطي حبايبي تقريبا شون نقول تلاتين دقيقة وبعدين تغسليه من وجهه هيك هاي اليوم الوصفة تبعتي اتمنى تنال رضا الجميع واتمنى من عدكم حبايبي انكم تنشروا الفيديوهات تبعاتنا وغلا هلا بالفيديوهات لاني صراحة شايفينها الايام شوي صايرة اتكسر اتطلع على الفيديو اللي انزله يعني ما للاسف فيديوهاتي بتروح هون وهون وتنشر وتاخذ مشاهدات عشر تالاف وخمستاشر الف وانا مشاهداتي ما بتطلع اكتر من الفين فاللي اترجى من عدكم حبايبي يعني احنا وصلنا تقريبا خمسة وتسعين الف المفروض عندي مشاهدات بالعشر تالاف على كل فيديو بس ما بعرف وين حبايبي وين غايبين عني وين منتشرين المهم حبايبي انا اتمنى لكم التوفيق والنجاح واتمنى من عدكم اننا نظل متواصلين مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة